لطالما نظر السوريون إلى الصين كمثال مهم للدولة المسؤولة التي أخذت على عاتقها مسؤوليات عالمية كحفظ السلام العالمي وإعطاء المثال الحقيقي عن الالتزام باتفاقية المناخ كما أبدعت حلولا نجحت في نشرها إلى دول العالم من بينها سوريا ما يعطي المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني وما سيخرج عن أهميته العالمية قدمت الصين نفسها دوما عبر مواقفها وسياساتها العالمية بمسؤولية عالية تجاه الكوكب ككل التي تجسدت في التزامها تحقيق السلام والأمن قدمت جمهورية الصين الشعبية النموذج الأمثل لطبيعة الالتزام الدولي من خلال مواقفها المتوازنة في مختلف القضايا الدولية التي كان حولها اختلاف الآراء بين الدول العظمى وبذلك كانت الصين دائما تسعى لإيجاد الحلول السلمية لمختلف الأزمات كان في الشرق الأوسط أو في أوروبا أو في الدول الأخرى لذلك نلاحظ نحن أن السياسة الصينية تقوم دائما على الاتجاه نحو الحلول السلمية التي تدعم الشعوب المستضعفة ونحن كشارع سوري أيضا ندرك مدى الوقوف الجدي الذي قامت به الحكومة الصينية بجانب الشعب السوري في محاربة الإرهاب ووقوفها ضد الحرب على سوريا وضد أي أشكال لتقسيم البلاد هنا تجسد هذا الالتزام في مجال البيئة بتبني اتفاقية المناخ الدولية والعمل بها في حلول إبداعية تبعتها الصين داخل البلاد نتذكر أنه بالفترة الأخيرة انتسبت الصين إلى اتفاقية كيوتو بتخفيض الانبعاسات الغازية موضوع اللي عم يسبب الاحتباس الحراري والتغييرات المناخية الحاصلة بالعالم وهي اتفاقية مهمة جدا على صعيد العالم بالالفين ودعش أثناء موضوع مكافحة التصحر والتجربة الصينية بهالمجال والفريدة بالعالم والرائعة كيف حولوا الصحراء الكسبان الرملية إلى مناطق خضراء كلياتها بالأشجار بالمحاصيل الزراعية بكافة أنواعها وأكدت الصين على إيصالها إلى الدول الأخرى وهذا ما استفادته الكوادر السورية خلال دورات تدريبية خاصة تلقتها في الصين شاركنا بدورها بالصين حول مكافحة التصحر وهاي اعطتنا انطباعك كتير كبير حول اهتمام الصين بموضوع البيئة وموضوع مكافحة التصحر وموضوع التغييرات المناخية الحاصلة بالعالم وشعور الشعب الصيني بالمسؤولية العالمية عن موضوع التغييرات المناخية عن موضوع الاحتباس للحرارة عن موضوع الطاقات المتجددة عن تقديم طرق رائعة تستفيد منها كافة الشعوب وليس فقط الشعب الصيني لدرجة كنا نتناقش نحن وياهون انه كيف انتوا لازم تعملوا هيك ببلادكم واحد اثنين ثلاثة من اجل تحموا البيئة من اجل محافظة على التنوع الحيوي من اجل مكافحة التصحر نجح الحزب الشيوعي الصيني بقيادة شي جين بينغ في تطبيق اخلاقيات الحزب ومبادئه الانسانية ونشرها عالميا في محاولة لانسانة الاقتصاد والحياة السياسية خصوصا ان تقرير الحزب في مؤتمره التاسع عشر اولى قضايا البيئة والسلام والتعاون الدولي اهتماما واضحا يقدر الشارع السوري عاليا المواقف الملتزمة والمسؤولة للحكومة الصينية تجاه القضايا الدولية وخصوصا نضال الشعوب تجاه تحقيق التنمية والتطور يعرف خير بيك لخناة سي جتي ان العربية دمشق